إن المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيت صل على محمد وآل محمد نتحدث في هذه الليلة حول موضوع يرتبط بالمثقفين وهذا الموضوع نقسمه إلى ثلاثة أقسام أساسية القسم الأول ماذا يراد بالمثقف والقسم الثاني من مجلسنا وبحثنا هو بيان دور المثقف في المجتمع وفي القسم الثالث نتناول الأسس والمبادئ التي يعتمدها المثقفون في حركتهم التثقيفية أولا ماذا يراد بالمثقف التثقيف في اللغة من التهذيب فلما تقول ثقفت الغصن أي هذبته وأزلت الزوائد وعمدت إلى ترتيبه وعمدت إلى تنظيره وزيادة جماله استعير هذا اللافظ لفئة مجتمعية تمارس دور التثقيف في المجتمع فسميت تلك الفئة بفئة المثقفين تمارس دور التهذيب والإرشاد والتوجيه فالمثقف يفترض به أن يكون ممن يمارس دور التهذيب والتوجيه وزيادة الوعي والثقافة في المجتمع ومن هنا ننتقل إلى النقطة الثانية فإن تعريف المثقف يختزل دوره فما هو دور المثقف؟ دور المثقف في المجتمع أنه يمارس دورا يتمثل في ضخ المعرفة والثقافة والوعي في المجتمع وإنارة مساحات الظلام وإرشاد الجاهلين وتوجيههم وإخراج الناس من مساحات الجهل إلى مساحات العلم ومحاربة الثقافات الباطلة والمنحرفة فالمثقف إنما يمارس دورا عالي الشأن في المجتمع فهو الذي يبني الثقافات ويبني المعرفة والوعي في أذهان الناس هذا دور المثقف غير أننا أيها الأحبة لا بد أن نعرف بأن المثقفين على قسمين أساسيين مثقف إسلامي ومثقف غير إسلامي وهنا حديثنا في هذه الليلة عن المثقف غير الإسلامي المفكرون غير الإسلاميين والفرق بين المثقف المسلم والمثقف غير المسلم هو اختلاف مبادئ وأسس فإن المثقف المسلم يعتمد الغذاء المعرفي القرآن كتاب الله وعطرتي أهل بيتي بمعنى أن المثقف المسلم لما يتغذى إنما يتغذى عقله بالمعرفة القرآنية والمعرفة الروائية وما يُعرف بالمعرفة الوحيية وهي أرقى مراتب المعرفة ولذلك النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الْثَقَلَيْنِ كِتَابُ اللَّهُ وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّا الْحَوْضِ مَعْرِفَةٌ مُسْتَمَدَّةٌ مِنَ اللَّهُ من خالق هذا الكون المحيط بكل تفاصيل الحياة والخلق والنشأة وهذا الوجود المثقف المسلم يعتمد هذه المصادر بينما المثقف غير المسلم مثقف غير المسلم يقول إن لدي أسساً ومبادئ أتبعها وهذا الجانب يعني تصليط الضوء على مبادئ المثقفين والمفكرين هو الذي دعاني إلى طرح هذا الموضوع يعني طرح هذا الموضوع علشان نتعرف على المفكرين غير الإسلاميين شنو أساسهم في كتاباتهم في توعيتهم في قناعاتهم وغير ذلك المثقف غير المسلم يقول أولاً فيما يرتبط بالهوية شنو هوية كنت لما نسأل هذا المثقف المسلم يقول أنا مثقف مسلم هوية الإسلام منابع معرفة الثقلين مصادر وعي ومصادر غذاء عقلي هي هذه أنت شنو هويتك كمفكر كمفكر شنو هويتك يقول أنا لا لا أنتسب إلى جهة أنا هوية عدم الانتساب إلى أي جهة يعني شنو يعني أنا مفكر لا أتقيد بأي نسبة إلى جماعة إلى فئة إلى دين إلى مجموعة إلى أي حيز كان فأنا هويتي الإنسان هوية الإنسان أنا أوسع من ذلك أنا ذو ذو مبدأ أساسياً في طريقة تفكيري إني أعتمد لا هوية أو بتعبير آخر الهوية الشمولية الهوية التي تتسع إلى كل الثقافات البشرية وكل الأديان المختلفة هذا التعبير أدق إذا كانت هذه هويتك فمعنى ذلك هل تتقيد بقيد قال لا ما تقيد بأي قيد فأنا عندي مبدأ ثاني شنو هذا المبدأ الثاني مبدأ الحرية فأنا حر أنا حر أتصرف كيفما أشاء وأفكر كيفما أشاء لا أتقيد بأي قيد فحريتي هي أساس تفكيري وحريتي لقناعتي بأن لدي عقلاً يستطيع أن يستقل ويمتلك الاستقلال ويمتلك الاستقلال في التفكير التام بعيداً عن كل فقافة أخرى طبعاً عندنا ملاحظات على هذا الكلام قاعد أقرر كلامهم بس الآن يعني أوضح كلامهم إنزين إذا كان تقتنع بالحرية الآن وش أداتك الأساسية في التثقيف للمجتمع قال أساس أساس أداتي هو اعتماد النقد النقد والهدم لما هو سائد لأشيد بعد ذلك ثقافة بديلة هي بمنظوري هي الثقافة الحقة لذلك لذلك لما تلاحظون يا شباب ها يا قراء من الآباء والأخوات أيضاً لما تلاحظون كتب المثقفين والمفكرين دوماً فيها نزعة لنقد الواقع لنقد الدين لنقد العادة لنقد العرف لنقد ما هو سائد نزعة نحو التحرر الدائم ولذلك تشوف فئة في المجتمع ممن اقتنعوا بهذه الفئات يقولون نحن لا ندين بدين نحن نرى هذه عادات سائدة في المجتمع حتى الحجاب مو تعليم إسلامي بالضرورة هذا عادة هذا يعني لباس عربي لباس العرب يحطون على أنفسهم مثلاً حجاب إلى هذه الدرجة يعني انقاد إلى ماذا؟ انقاد في النتيجة إلى نوع من الإلحاد والكفر من هنا أيها الأحبة لابد أن نتعرف على أن هذه المبادئ التي جعلوها وإن كانت براقة وإن كانت لماعة وإن كانت تسبب تشويشاً في عقل الإنسان إلا أنها في الواقع هي مجموعة أوهام كيف يعني مجموعة أوهام؟ أولاً أولاً لما تقول أنك لا تتمتع بأي هوية فإن عدم التمتع بالهوية لا يعني لا يعني أنك مع الحق لا يعني أنك مع الحق فالهوية لما نجعلها هوية دينية أو هوية إسلامية أو هوية شيعية مثلاً تستقي من الدين تعاليمها فإن ذلك لا يعني أننا على الباطل والتحرر لا يقود إلى الحق دائماً بل يقول إلى مجموعة من الأباطين مجموعة من الشيطنة والاعتقاد بالاعتقادات الشيطانية لا أكثر ولا أقل هذه مجموعة من الأوهام مجموعة من الأوهام فالحق ليس مع نفض وخلع الهوية والحق والحقائق ليست مع الحرية المطلقة والحقائق ليست مع هدم ما هو سائد وتشييد ثقافة جديدة فإن الموجود في المجتمع ليس كله جهل بل الموجود في المجتمع مساحات من العلم مساحات من المعرفة مساحات من الواعي بجانب ذلك هناك مساحات من الجهل تحتاج إلى ترميم تحتاج إلى نوع من التنوير والتوجيه والهداية ونحو ذلك ولذلك أيها الأحب نعيش في هذه الأيام خطورة تسلل بعض المفكرين بأفكارهم اللا إسلامية إلى أذهان المؤمنين والمؤمنات والبعض منا قد ينخدع يصير عند نوع من الخديعة شلون يعني ينخدع ينخدع بثقته بنفسه يقول أنا واثق من نفسي أنا قوي علميا أنا مثلا أتمتع بقوة علمية في مواجهة هؤلاء وفي قراءة الكتب والاطلاع على كل هذه الأمور في الواقع أيها الأحبة أن بعض الأفكار التي تطرح من هؤلاء تحتاج إلى دراسة معمقة وطويلة وتحتاج في رد شبهاتها وإشكالاتها إلى دراسة متخصصة حوزوية مثلا فإنت ما تستطيع من خلال معرفتك المبسطة أن ترد هذه الإشكالات ولذا الإسلام مارس نوعا من الحجب ليحفظ العقول المسلمة وليحفظ الفئات الشبابية مارس حجبا من خلال منع تداول كتب الضلال شلون يعني مارس منعا وحجبا على فئة وفتح وأطلق فئة أخرى كتب الضلال ما تعني يعني الكتب التي تجتمل على الأباطير وإفساد العقول أو السلوك أو نحو ذلك يحرم عليك قراءتها ليش يحرم عليك قراءتها هذا ضد حرية الثقافة والواعي ونحو ذلك نقول بأن الشرع هنا مارس حرمة وحجبان ليحجوبك عن سبب من أسباب الإنحراف والإضلال لكن في ذات الوقت الإسلام فتح بابا آخر لمن؟ فتح بابا لفئة أخرى لتعالج هذه الكتب لتعالج هذه المعلومات الواردة في هذه الكتب فتح بابا للمثقفين الإسلاميين للمختصين بالثقافة الإسلامية أن ينظروا إلى مضمون هذه الكتب بكل تفاصيلها ويتعرفون عليها ويردون الشبهات والكلام والكلام مو بس عن الكتب الكلام حتى عن المواقع الإلكترونية حتى عن الإنستجرام مثلا والتليجرام وكل هاي أنواع التواصل الاجتماعي هناك فئات تتعمد لإضلال الإفساد الفكري والثقافي والاجتماعي وغير ذلك والإنسان يجب أن يحجب نفسه عن كل هذه القنوات لازم تمارس نوع من الحج لا تشغل نفسك بهؤلاء فإنهم إنما يضلونك يبعدونك عن الحق والصواب إذا أرد عليك أن تتخصص تسلح نفسك بالمعرفة بالواعي لتستطيع بعد ذلك أن تواجه هذه الفئة ولذلك لما نقرأ ثورة الإمام الحسين عليه السلام نجد العمود الأساس الذي انطلق منه الإمام الحسين عليه السلام هو ماذا؟ هو الإصلاح هو ممارسة الهداية في المجتمع هو عبارة عن إرجاع الأمة إلى ثقلها الآخر إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابُ الله وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي إِرْجَاعٌ إلى عِتْرَةِ أَهْلِ الْبَيْتِ مِنْ آلِ بَيْتِ النَّبِيِّ مُحَامَّدُ اللَّهُ صَلِّ عَلَى مُحَامَّدُ اللَّهُ صَلِّ عَلَى مُحَامَّدُ اللَّهُ صَلِّ عَلَى مُحَامَّدُ اللَّهُ صَلِّ عَلَى مُحَامَّدُ وَإِنَّمَا هُو صِرَاعٌ بين الخطوط بين خط الحسين عليه السلام وخط يزيد فلما أدرك القوم ذلك تجد المجموعة التي اجتمعت في الطرف الآخر مع يزيد الذي جمعها ليس المال فقط وإنما اجتمعت على أساس الخط على التقاء المصالح والقناعات ولذلك سعى يزيد جاهداً أن يحارب هذا الخط التوعوي وخط الإصلاح في الأمة الذي قاده الإمام الحسين عليه السلام محاربةً حثيثة إلى درجة أنه يبعث من يقتل الإمام الحسين ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة إلى هذه الدرجة بحيث الإمام الحسين بلغه ذلك فخشي أن تنتهك حرمة البيت والكعب بدمه الشريف فتعجل الخروج بعدما أرسل له مسلم كتاباً أيضاً يعجله بالخروج وإذا بالإمام الحسين في اليوم الثامن حيث أن الحجيج يحرمون في هذا اليوم الكل يتزود بالماء ينشئ إحرامه ترى الناس من حولك كلهم قد ارتدوا ثياب الإحرام وإذا بالحسين بأبي وأمي قد أحل من إحرامه ولبس المخيط نظرت الناس إلى الإمام الحسين متعجبة كيف لا؟ والناس إنما جاءت إلى الحج لتحج بحج الإمام الحسين عليه السلام أعظم يوم في الحج هو يوم عرفة وأشوق ما عندك في هذا اليوم أن تقف أمام الله لتقرأ دعاء الإمام الحسين عليه السلام وإذا بالإمام الحسين يرقى القوم فيخطب تلك الخطبة خط الموت على ولد آدم موسيقى موسيقى